ترني موعود ملك المسيح على حياتي سور من فيض القلب عرفان وحوق ترنيمي شديدي أرنمي للرب وأغني لسيدي لحني وأنشيدي أرنمي الإلهي لدومت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين عزائي المشاهدين مبسوط أكون معكم بحلقة جديدة برحب فيكم فيها ببرنامج برنامجكم ترنيمي وعود ترنيمتنا اليوم ترنيمي قديمة مش أنا اللي كاتبها ترنيمي اللي كاتبها كاتب سويدي اسم الترنيمي هي بالعربي ترجمت ليا سيدي لما أرى نجومك how great thou art لما ترجمت باللغة الإنجليزية وترجمت لعدة لغات وهالترنيمة كنت أسمعها زمان من والدتي وأنا صغير فظل لحن معلق معي لكن تعلمت اللحن غلط لغاية ما تعرفت أكتر على الترنيمة وصلحت صلحت في اللحن وصلحت في الأشياء وانسألت عن جمل معين في الترنيمة وشخص معين طلب مني أني أني أقدم الترنيمة في برنامج ترنيمة وعود وأحكي عن المقام الملعوبة في الترنيمة طبعاً هي ترنيمة ترنيمة غربية ومقام الترنيمة مقام العجم أو الميجر أنا اخترت طبقة البي فلات أو سي بيمول نبدأ من السي بيمول اختياري لأنها تكون عجم مش اختياري يعني اختيار المؤلف زي ما بقول كل مرة مقام الترنيمة يحدد من الشخص اللي بيقلف الترنيمة لكن انت وانت إليك اختيار الطبقة اللي بتناسب الصوت فبتجرب الترنيمة بطبقة عالية بتجربها بطبقة واطية واليوم رح نحكي أكتر كمان عن أسئلة انسألتها على مش بس على الطبقات على موضوع التشكيل في العزف على آلة العود فخليني نسمع الترنيمة مع بعض بالأول الترنيمة يا سيدي وبس أرجع معكم نحكي أكتر وبحاول أجاوب أسئلة أكتر في هالحلقة ترني موعود يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعدي في غيوبك وكلها قد صنعت يادك يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعدي في غيوبك وكلها قد صنعت يادك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك وكلما أذكر كيف رأدي قد بذل ابنه عن الخطى بدامه أزال كل ذنبي وردني للسير في هدى وكلما أذكر كيف رأدي قد بذل قد بذل ابنه عن الخطى بموته أزال كل ذنبي وردني للسير في هدى نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك موسيقى 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 إذ يظهروا مسيحوا بانتصار يأخذوني إلى السماء هناك مبتهجان أهتفوا باعتبارك له موران موسيقى دماغ موسيقى موسيقى مسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هناك مبتأجاً أهتفو باعتباري له مرنماً ما أعظمك نفسي تغاني يا مخلصي ما أعظمك نفسي تغاني يا مخلصي ما أعظمك نفسي تغاني نفسي تغاني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغاني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك لك المجد نفسي تغاني ما أعظمك مستحق الكرامة والسجود والعبادة وفي كل الترنيمة نقولك يا رب ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك زي ما اسمعنا ترنيمة نفسي تغاني كيف ممكن أشكل في العود أو في صوتي في الترنيمة طبعا التشكيل في الصوت اسمه عرب التشكيل الوحدي اسمها عربة في الجمع اسمها عرب والعرب هي حسب مقدرة المؤدي وأنا لا أدعي أني من المؤدين الشاطرين كتير في العرب في ناس ربنا معطيها مواهب كتير في هالمجال أنه بيؤدي اللحن أو الجملة اللحنية في نوتات يقالها تطريبية ولكن هي توصل إلى مستوى عالي ومستوى دقيق من الأداء الرفيع المستمع العارف السامع الصح بيؤدر والجملة هون كانت حلوة كان فيه تغيير حلو كان فيه شيء غير عن المعتاد اسمها عرب في الصوت واسمها تشكيل أو زخرفة على آلة موسيقية مثل العود فقبل ما أعرف هيك لازم أكون أول شيء حافظ لحنة ترنيمة صح أو لحن ما أريد أن أعمل فيه عرب أو تشكيل أو زخرفة فمثلا ترنيمة يا سيدي هذه الجملة الأولية مثلا مسموعة معروفة بدأ أشكلها على العود ممكن أفكر في طرق مستغرق مختلفة في التشكيل هذه طريقة مثلا ممكن موسيقى طريقة أين كمان طب مهم جدا لما بشكل في أو بزخرف أني ما أضيع اللحن الأساسي مثلا لو بدي أعمل موسيقى يمكن تكون حلوة بس يمكن تكون شوية طلعت عن مجرى اللحن نفسه فاتغير كتير أصبح اللحن نفسه غير مميز أو معروف شوية موسيقى واللحن الثاني من الترنيمة موسيقى هذا اللحن بسيط مشكل موسيقى 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 كمان طريقة ثانية موسيقى طريقة ثالثة موسيقى موسيقى كمان طريقة ثانية موسيقى 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 الى اخري زي ما لاحظته في التشكيل انك بتحاول او بتحاولي وانت بتعزف انك لما اللحن بتكرر انك تضيف شيء للتغيير او السامع اللي بيسمعك انه يلاقي في شيء مختلف هل شيء كتير واضح في اغاني العالم وزي ما بقول كل مرة اغاني العالم وموسيقى العالم مش مفروض تكون ارقة وعلى من الترنيم احنا عنا المفاهيم والقيم الاسمة بصلي انه نغير هالفكرة وكل ما في العالم من امكانيات فنية ولحنية وتطريبية وتأليفية وكتابية حتى في الكلمات والابداع في الكلمات المستحدثة والغير معروفة او غير معتادة انه نجيبها لمجد المسيحي نسبح فيها الرب بصلي هالحلقة تكون اعطت يعني شارح بسيط للسؤال اللي انسألته عن التشكيل وبصلي اني اكون قديت الترنيمي حقها وعطيتها نمط بختلف عن اللي سمعتوه من قبل اشكركم لمتابعتكم واشكركم لكل الكومنس والتعليقات اللي بتصني على صفحة الفيسبوك بصلي رب يكون معكم دايما وبارك حياتكم ويملاكم سلام المسيح اشتركوا في القناة